اعلنت شركة موتورولا عن الجيل الثاني من هاتفها الذكي موتو اكس الذي يمتاز بإطار من الألمانيوم كما أنه سيكون متوفرا بغطاء خلفيا مصنوع من الجلد بالإضافة إلى الأغطية الخشبية الشائعة وفيما يتعلق بالمواصفات والتحسينات الجديدة يقدم هاتف موتو اكس الجديد معالجا ربعيا نوى من نوع كوالكوم سنابي دراجون 801 وبتردد 2.5 جيجا هيرتز ومعالج الرسوميات ادرينو واثنين جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي وستة عشر أو ثلاثين جيجا بايت من ساعة التخزين الداخلية غير القابلة للتوسعة